الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون الكرام ما زلنا مع هذا المعنى الكبير فأصلحوا والذي يكون بالمعروف أو يتسم المرء بهذه الصفة الجميلة وهي صفة الإصلاح بين الناس تكلمنا فيما مضى عن الإصلاح بصفة عامة وبمعناه الشامل وقلنا أنه رفع الإذاء ورفع الأثر ورفع الاختلاف ما حدث بين طائفتين واليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم في عجالة أيضا في برنامجكم بالمعروف عن إصلاح ولكن هذا الإصلاح من نوع خاص إصلاح بين الزوجين الإصلاح بين الزوجين دائما لما تسمع أو تقرأ آيات الزواج أو حتى آيات الطلاق تجد أن الله سبحانه وتعالى تكلم في القرآن الكريم دائما إما أن يقول بالمعروف أو أن الله عز وجل يقول من معروف ولذلك نقول أن بالمعروف أو من معروف هذا معناه بالعرف بالعادات بالتقاليد بالذي يناسب الشرعة في هذه الحياة الزوجية ومعروف يا جماعة أن الحياة الزوجية لا تخلو أبدا أبدا من منغصات ومن إشكاليات ومن اختلافات لأن ده كل واحد له فكره كل واحد له طريقته الخاصة وقد يحدث متاعب أو 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 ولذلك نحن نبحث في هذا الأمر إن شاء الله عز وجل وفي هذا البرنامج عن كيفية الحلول بالمعروف كيفية الحلول بالمعروف هب أن هناك مشكلة حدثت بين الزوجة والزوجة كيف تحل؟ يعني أولا لابد أن نحن نحاول نقلل نقلل من نتائج هذه المشكلة حتى لا تتفقم ولا يعني يحصل عليها دجة بلا داعي أو بلا شك بلا داعي أنها تكون حاجة سهلة أو حاجة ممكن نسيطر عليها فكل إنسان فينا ينبغي له أنه يحاول يقلل من الخسائر قدر المستطاع اتنين لابد أن ننظر في القرآن الكريم إذا حدث بين الرجل وبين زوجته في البيت بصفة عامة مشكلة كيف تحل؟ رب العالمين أي بيّن لنا ذلك من أول قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ثم قال وَلَّا تِتَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُوهُنَّ يعني الوعظ يا جماعة معناه أنك تدندن على مكان الخطأ أو تبين الخطأ الواقع للزوجة كذلك لو في خطأ من الزوج برضو ممكن بالمعروف الزوجة تبين هذا الخطأ للزوجة قلوا الله أنت أخطأت في كذا فعلت كذا والله كان يجب أن نحن نتكلم بصراحة في الموضوع الفلان لكنك مثلا رفقت وهكذا هذا الذي يكون بالمعروف بين الزوجة وبين زوجته إلى أن قال الله عز وجل وَنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا بين الزوجة والزوجة حصل مشكلة الشقاق يعني في مشكلة برزت في مشكلة خرجت على السطح الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها كل واحد يأتي بحكم بس يشترط في الحكم يا جماعة أنه يتق الله سبحانه وتعالى يشترط في الحكم أنه يكون عارف ربنا يشترط في الحكم شيء مهم جدا 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 وده اللي نقول عليه الإصلاح بالمعروف الشيء اللي هو مهم إيه أنه يريد الإصلاح أصلا يعني الحكم الذي يؤتى به يكون من داخله يريد أن يوفق بين الرجل وبين زوجاته مش يريد خراب البيوت ويريد الشقاق ويريد كثرة النزاع وزيادة المشكلة لا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا رب العالمين أراد بهذا القول أن يريد إصلاحا يعني الحكمين الحكمين إن كانت النية صالحة رب العالمين ربط نية الحكمين الصالحة بالنتيجة قال أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يعني بين الزوجين يعني الحكمين لو يتقي الله سبحانه وتعالى ويريد الإصلاح على الحقيقة كانت النتيجة أن الله عز وجل سيوفق لا محالة بين الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما يوفق الله بينهما الإصلاح بين الزوجين فعله الرسول عليه الصلاة لما دخل على ابنته فاطمة فكأنه يعني رأى شيئا معينا على وجه فاطمة وعلم بفرسته صلى الله عليه وسلم وبذكائه أن المشكلة بينها وبين علي رضي الله تعالى عنه علي زوجها لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما سألها لم يختر لفظ الزوج إنما قال يا فاطمة أين ابن عمك يا فاطمة أين ابن عمك يعني في هذا الكلام أو في هذا السؤال يشعرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يتكلم في أي شيء يريد أن يرقق قلبها ويريد أن يشعرها وأن يذكرها بمنزلة علي رضي الله تعالى عنه لم يقل لا أين زوجك إنما قال أين ابن عمك يا فاطمة ابن عمك فقالت حدث بيني وبينه شيء ولم يقل عندي يعني القيلولة لم يعني يقم عندي علي إنما ذهب إلى المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي وقد نام ويعني أصابه تراب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب وهذه كانت كنية يحبها علي رضي الله تعالى عنه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين علي وبين فاطمة بمنتهى الود وبمنتهى الحب حتى لو كان هناك مشكلة لابد نحن نحتويها حتى نعيش بالمعروف وحتى تكون الحياة كما أرد رب العالمين حياة طيبة للمؤمنين للرجل وللمرأة وينشأ في هذه الحالة يعني شباب أو أطفال هؤلاء الأطفال يخرجون إلى دنيا الناس ليس عندهم بأعقد وليس عندهم يعني ضعف شخصية وليس عندهم خوف من المجتمع إنما تحل المشاكل بالمعروف كما ذكرت لكم وبهدوء كل واحد فينا يذكر ما عنده وإحنا لسنا ملائكة لسنا ملائكة لو كن واحد فينا سواء الرجل أو المرأة لم تأخذه العزة بالإثم لأن هذا من أعظم أسباب الفرق والنزاع أن كل واحد يعتز بنفسه في الباطل يعتز بنفسه في الخطأ يعتز بنفسه في الإثم كما قال رب العالمين ومن ناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشر الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام إلى أن قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم لما حد يقول لك أنت غلطان أقول له حاضر أنا آسف أنا بعتزر طالما أن غلطان لا شيء في هذا أبدا نريد أن نفعل مثل هذه الثقافات بيننا حتى تكون الحياة بالمعروف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين